الضمّة لعبة شعبية ووسيلة طرفيه وتنفس بسيطة تمكنت من جمع شباب ومسنين حول طاولات مقاهي بلدية قوس بالججل في الصهرات الرمضانية الضمّة في رمضان عندها كهاء أخرى الفطار العبادة الناس تروح تصلي الطراوية هكذا بما أن الصهرات طويلة ورمضان تحلى فيها الصهرات هل تعرف كل واحد يحكم الطواب لها هكذا جمع مع بعضهم الضمّة يقصروا ساعة سوية في حدود المعقول نضمّة لزمّة لعبها سيطوفي رمضان هكذا في الصهرات نصار مع أصحابي مع الأحباب وشوية أزلابية شوية كلب اللوز تعرف تعرف رمضان المرسوها من دول قدم يمارسها الإجداد مساعنا والآباء حتى الشباب ولا يمارسها بيكترى اشتهرت هذه اللعبة بكونها رياضة ذهنية بسيطة ومعقدة في آن واحد تستهوي هوات الألعاب التقليدية وتصنع جواً أخوياً يخلو من التحايل واللعب المستفز لعبة مشهورة لعبة عائلية تقافية وفكرية طنك أخويا ومعادي أوني عبد الراحم أخويا عندنا ضياف جوناً بيتنا اللعبة ما تطلبش كما نقوله من جهود كبير ولا فيها كما نقوله شوحنة كبيرة ولا تستعمل على الدكاء على الرص ما فيهاش الغيش ما فيهاش من قصروا هكذا دير بحربح وشي اللي ملح فيها الناس كبر ينبو مع الناس صغير يدروا إحسيكاك شوية لهم بينص فيها تتعدد مظاهر قضاء الصهرة الرمضانية بين العبادة وذكر الله إلى نزهات الترويح عن النفس والألعاب الجماعية كلعبة الضامة التي حافظت على مكانتها رغم التطور والعصرنة ترجمة نانسي قنقر